من ضمن السئلة انا في تجارة وجايب في قولة مقبول ان ظروف خاصة وتانية جايج جدا وتالتة جايج جدا. لو جبت في ربعة جايج جدا تقدير هيكون كامل. احتمال كبير هيكون جايج جدا. بالنسبة كبيرة جدا هيكون جايج جدا. لو جبت امتياز احتمال كبير اه يبقى امتياز منخفض. ولكن الانسب والاقصر دقة والاقصر واقعية انك هجيك جايج جدا. وعلى مهم جايج جدا مش وحش هتقدر انك تقدم فيه في الماجستير الاكاديمي هيبالوك بنسبة كبيرة. اه هتقدر انك تشتغل فيه الاماكن المكاتب الكبيرة. ولو انت اي مكان تخصوصك او الشركة اللي بتطلب امتياز هتبقى جايج جدا برضك من ضمن الحاجات اللي بروفايل كويس وقوي. اه ولكن مرة تانية ده احنا بنقول له تقصص الشركات او المؤسسات خلي بالكو. ان اه يعني التقدير المتافع هيدي لك او هدي لك ميزة ولكن ليست الميزة المطلقة فما تفتكرش انك هتعدل لاختبارات الانجليزة ولا لازم تعدل الامتحانات دي في الانترفيو لازم تتكلم بيثقة وتوضح نفسك وتعبر عن نفسك كل حاجات دي اساسية فلا تعتبر ان التقدير ده هيديك على باقي زميلك او ميزة مطلقة فضع ده وده في الاعتبار وربنا وفاك ويكتب لك كل خير بإسم الله موسيقى موسيقى